بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأهلا بكم في حديث الروح سائلني الله سبحانه وتعالى أن يسري من القلب والروح إلى القلب والروح وأن يرزقنا القبول والإخلاص في القول والعمل أيها المشاهدون الكرام كما علمنا الشرع وعلمنا رسول الله وعلمنا القرآن سبل الخير علمنا أن نتجنب الشر وعلمنا أن نتجنب الأمراض خصوصا الأمراض التي تقع في القلوب فهناك أمراض تقع في داخل الإنسان يكون شرها وأثرها أشد على الإنسان من تلك الأمراض التي يصد به الجسد من هذه الأمراض مرض الكبر الكبر خلق في غاية السوء والكبر شيء مرضول جدا ولذلك ممكن نسميه مرض لأنه فعلا إذا أصاب روح الإنسان أو قلب الإنسان مرضت وأشد أعراض هذا المرض أنها تبعد عن الله سبحانه وتعالى أو يبعدها الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون هكذا قال الحق سبحانه وتعالى وبهذا المرض ابتلي إبليس إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كان من المتكبرين كان المرض الأساس عند إبليس الذي ابتلي به هو الكبر وعبر عنه لما اعترض على الله سبحانه وتعالى فقال له أنا خير منه لما أمر بالسجود لآدم اعترض وقدم مسوغاته بما يفيد غاية الكبر بأن عنصره الذي خلق منه ومن هنا أخذت كلمة العنصرية عنصره الذي خلق منه خير من هذا المخلوق الذي هو أبو الإنسان وأبو الآدبيين فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب إبليس ومن يرثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا وقال لنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وليوضح المعنى بصورة أكبر وضحه للذي سأل وكثير من الناس يظن أن الكبر أن الإنسان يظهر بمظهر حاسن أو يمارس وظائفه التي أقامه الله سبحانه وتعالى فيها إذا كان رئيسا لبعض الناس أو كذا فله وظيفة لذلك سأل بعض الناس لما سمع من رسول الله وهو يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا وهكذا فصحح له رسول الله بما يفيد أن الكبر ليس أمرا متعلقا بالثوب الحسد هذا مأمور به هذا شيء حسن مأمور به مدعو له إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة صحح له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة الكبر بطر الحق وغمت الناس الكبر إنك تبطر الحق هذا أمر ينبع من داخل الإنسان أن يظن نفسه خير من خلق الله سبحانه وتعالى في عنصره في لونه في عبادته بأي سبب يتوهم أنه خير من خلق الله سبحانه وتعالى لأنه هو هو وليس لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه تلك النعمة التي آتاه لها فكان حقه أن يكثر الشكر لها إذا كانت عنده نعمة من قصرة عبادة من عمل من وظيفة من شكل جميل من أي المسوّغ من المسوّغات هذه نعمة حقها الشكر وكل شك وكل نعمة لها واجب فمدلا من هذا يستكبر بها على خلق الله سبحانه وتعالى هذا هو الكبر وهو بطر الحق وكأنك تعطي الحق لغير أهله لأن النعمة من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أوجب عليك أن تنظر إلى الناس نظرة حسنة وأن يكون الجمال سبيلك إلى الله سبحانه وتعالى فالكبر داء عضال احذر من الكبر واحذر منه خصوصا أن يدخل إلى قلبك فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة